مآلات مؤسفة لواقع المعلمين والتربويين في مناطق سيطرات الحوثيين حيث تدور حربا ممنهجة وضارية على التعليم بكل مؤسساته ومجتمعه ورصد تقرير حديث عن نقابة المعلمين اليمنيين أكثر من 1500 حالة قتل في أوساط التربويين وأن أكثر من 2600 معلم تعرضوا لإصابات مختلفة كما تعرض 1173 معلما للاعتقال والاختطاف بينهم قرابة 170 حالة إخفاء قسري لكن جرائم الحوثيين المغيبة بحق المعلمين اليمنيين لم تقف عند هذا الحد إذ شملت حالات الاغتيالات وإعدام ميداني ومحاكمات إعدام سياسي وقتل تحت التعذيب الجسدي والنفسي بيوت المعلمين وممتلكاتهم هي أيضا في سجل ضحايا التفجير بالألغام والعبوات الناسفة والنهب والمصادرة والحجز بأوامر الحرس القضائي للحوثيين بالمؤازرة قطعت ميليشيا الحوثي رواتب كل المعلمين اليمنيين منذ العام 2016 وفصلت نحو ألف تربوي من وظائفهم ومنحت درجاتهم الوطنية وأرقامهم الوطنية مستجدين حوثيين وتسببت حرب الحوثيين على التعليم وملاحقات المعلمين والتضييق عليهم في مواقع عملهم ومصادرة حقوقهم المعاشية في هجرة وظيفية لعشرة المعلمين إلى أسواق العمل الحر أما تفجير ومصادرة المنازل إلى جانب عسكرة المدارس فقد أدى إلى موجة تهجير قسري وتنزيح داخلي لمئات المعلمين وما زال التعاطي الإعلامي والحقوقي مع قضايا المعلمين اليمنيين دون المستوى المطلوب كما تؤكد النقابة